بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم من السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتم في أحسن الأحوال إن شاء الله بحول الله وقوته اليوم معنا وصفة لجلب الرزق لجلب العمل لجلب الدراسة لجلب الصفر لجلب ما نويت إذن لنويت عليه بإذن الله سيحصل ولكن المراد ديالك الوقت اللي تكوني تحضري بالوصفة غادي تتوصفي الأمور ديالك كان عندك أمر متعسر تذكره كان عندك مشاكل في العمل تذكره إذن هاد أوراق الغار لجلب الرزق لتسخير الرزق بقوة وإن شاء الله بحول الله يكون عندك تسخير في العمل وتسخير في الرزق وتسخير في الزواج وتسخير في الدراسة وتسخير مع الزوج ديالك وتسخير الأبناء ديالك السمع والطاعة ويكون عندك كل الأمور إذن صليوا كاملين على سيد الخلق وخليونا تعليقات بالصلاة على الحبيب إذن عندنا وصفات دي الأوراق الغار أوراق الغار معروفين بأنهم تتحطوا في الأكل ولكن هما فيهم طاقة نورانية طاقة خلقها الله سبحانه وتعالى فيهم خلقها بواحد قوة بواحد تصخير كين العشوب لتيسخروا الأمور عندهم طاقة الجذب وفي نفس الوقت عندهم تصخير إذن إلا حطينا عليهم القرآن الكريم وحطينا عليهم أسماء الله الحسنة تيولي واحد تصخير رائع إذن لنويتيها ربي تحقق لك سبحان الله على نيةكم ترزقون ولكن دائما تكون نية حسنة ومنشكك في الأمور مادم فيها قرآن مادم فيها أسماء الله الحسنة غيكون عندكم تصخير بإذن الله إذن معنا أوراق الغار غادي ناخدوهم من عند العطار يكونوا مكتملين أو ما يكونواش مكتملين إلا كانوا مكتملين غادي نحطوهم كين اللي غادي نحطوهم في الحقبة كين اللي غادي نحطها في الحداء ديالي كان اللي غادي نحطها إلا حتيتها في الحداء ديالي ما غاديش نقرع عليها غادي الرشا غير بقليل من الريحة ونقول واحد تعويض لتصخير الأمور إذن قد نلوقت غادي نعطيكم مجموعة وصفات لي دازوا في القناة وفيهم تصخير بإذن الله غادي تعطيكم طاقة إيجابية إذن إلا كنت غادي نخرج وكانت بغيت أنني أنني نكون عندي جد بالأمور وبغيت نسخر الأمور غادي نحط واحد ورقة الغار في الحداء ديالي مع قليل من الريحة غادي ناخد الريحة وغادي الرش هاد الورق الغار اللي غادي نبيت الليلة كاملة في الحداء ديالي باش أنني غادي يكون عندي الصخير ونقول بغيت قدامي يكونوا قدام الربح بغيت قدامي يكونوا قدام الربح فيما مشيت يكون عندي الزر والميمون إذن غادي الرشها بقليل من الريحة غادي نحطها في القدمين ديالي إما في المناء وإما في الإصرا بغيت نحط جوج ورقات على اليمين وعليسار ونقول لها التعويض قدامي قدام الربح فيما مشيت يكون عندي تصخير الامور قولي التعويض اللي بغيتي ولكن حطيها في اه حط الحداء ديالك على اليمين او على اليسار او نحط جوج ورقات بعدما الرشها بالريحة ونقول قدامي قدام الربح اذا غادي صالي هذك اليوم وغادي نحرقها غادي نحرقها في نفس اليوم من التقدارية الغراض غادي ان شاء الله نجي من هذك هذك تصخير اللي مشيت ليه اما دراسة واما على اوراق واما قدامي اي حاجة بغيتي سر ليها غادي نوضعها في الحداء ديالي والبس عليها والبس الحداء ديالي وهاذ الورقة تبقى في الحداء حتى نجي وغادي نحرقها في نفس اليوم والرماد ديالها اللوحو في اي مكان الا القمامة اللوحة اما في تراب واما خارج المنزل ولكن هيرا ما مقريهش عليا القرآن هي مقريه عليا غير تعويد قدمي قدم الربح فيما مشيت يكون عندي تصخير وغادي نجي ونحرقها بحالكة غادي نحرقها باش يكون عندي تصخير في نفس اليوم وفيما مشيت فيما مشيت غادي يكون عندي تصخير اذا هات الصغير اللي غادي تدري الحداء ديالك غايكون عندك دائما غايكون عندك طاقة ايجابية اذا صليوا كاملين على سيد الخلق وخليوا وانا في التعريقات باش نعرقكم فوائد ان شاء الله بطاقة نورانية اذا عندي عندي الرزق قليل عندي الرزق قليل بغيت يكون عندي الرزق في البيت وتكون عندي الوفرة وانطرد توقيف الحال عندي توقيف الحال في المال عندي توقيف دائما عندي تعسيرات غادي ناخد اوراق الغار اوراق الغار غادي ناخد سبع ورقات ونحطهم في واحد كأس الماء كأس الماء ونضيف لهم ماء ساخن حتيت القوم زيان وغادي نقرع لهم 27 مرة ان هذا لرزقنا ما له من نفاذ ان هذا لرزقنا ما له من نفاذ غادي نطلع وصطح البيت ونخليه يتنجم ليلة كاملة وصبح رش به البيت بالكامل ولو ترشي البيت من الزوايا ومن المطبخ إلا المراحد متحاولوش أنكم ترشوهم ترشو الحاجة اللي قالتوا على القرآن ما ترشوش المراحد إذن إذا لو بغيت نطهر المراحد أو الدوش من طاقة سلبية غادي ناخد كمية ديال أوراق الغار ونتبخهم بدون قراءة وغادي نحاول أنني نخويهم في البلوعات ونخويهم في المراحد ونحاول أنني نرش بهم الدوش وأي مكان ليحسي به في طاقة سلبية إذن الأوراق ديال اللي تبختهم ما تلحوهم في القمامة إذن الناس اللي بغين يبخروا بها رائع في التبخير دائما ناخد سبع ورقات حلقة وغادي ناخد قلم قلم يكون أزرق أو يكون لونه أسود غادي ناخد خمسات الورقات وغادي نكتب هذه القراءة بهذه الأسماء الحسنة إن شاء الله أول وحدة غادي نقرأ غادي نكتب عليها غادي نكتب عليها يا معطي السائلين كذا وكذا اللهم أعطيني كذا وكذا الثانية غادي نكتب عليها يا قريب يا قريب الثانية غادي نكتب عليها يا قريب قرب لأمنياتي عمال زواز صفر رزق مال عندك شخص معين حطي في الضمير ديالك أو كتبي حرف من الحروف ديال اسم دياله وغادي نحط إذن خمس ورقات اللولة يا معطي السائلين وغادي اللهم أعطيني كده وكده اللهم أعطيني كده وكده إذن بغيت أنني نكون عندي الجذب الأمور غادي نعطي واحد الاسم آخر الاسم الثالث يا مجيب يا مجيب باش ربي يستجب لك إذن عدنا خمس ورقات وكل وحدة غادي نكتب فيها اسم من أسماء الله الحسنة إذن أنا خديت ويكونوا مكتملين يكونوا مكتملين الورقات إذن غادي نكتب اللولة لها يا معطي السائلين الثانية يا قريب الثالثة يا مجيب الرابعة يا باسط الخامسة يا رزاق إذن عدنا خمس حروف إن شاء الله غادي يكون الرزق الوفير إذن بغيت نبدأ باسم من أسماء الله الحسنة يا معطي السائلين يا قريب قرب لي أمنيتي قرب لي خطيبي قرب لي زوجي قرب لي أي حاجة أو قرب لي رزقا أو عملا أو وظيفة أو أي حاجة مني تها يا مجيب أجيب أموري يا مجيب أجيبني في أمنيتي وانت هكذا مهم كتبي كل وحدة فيها اسم من أسماء الله الحسنة أما الرابعة يا باسط يا باسط ابسط لي رزقي ابسط لي رزقي يا باسط يا باسط يا باسط يا باسط أحتسب ومن حيث لا أحتسب إذن الرزاق غيرزقك بعمل غيرزقك بزوج غيرزقك بعمل غيرزقك بفهم في الدراسة غيرزقك أمنيتك في كل الأمور وغادي يوميا مدة أسبوع ولو في رمضان صباح مع الفجر أو مع الظهر أو مع العصر تحرقهم فوق البطاء والرماد ديالهم تحاولي تلوحيهم في مكان عاشب لما كانش عندك مكان عاشب قريب لك تحاولي جمعي جمعي هاد رماد ديالهم وتلوحيهم في مكان عاشب إذن الرماد ديالهم حاولوا تلوحوه إما في مزهرية عندكم فيها تراب أو يكون نباس عندكم في البيت حاولوا أنكم تحطوا هادك الرماد ديال هادوك الأوراق اللي حطينا فيهم أسماء الله الحسن وبغينا الرزق العمل التصخير الزواج أي حاجة تمنيتها غالي يعطيها لي الله لأنني بغيت يكون عندي الرزق وبغيت يكون عندي الوفرة ويريد أنكم ترشوها بقليل من الرحة وحاولوا أنكم يكون عندكم نية الحسنة نية على نيةكم ترزقون إذن أوراق الغار هما من أعدم العشوب اللي فيهم طاقة إيجابية لتصخير الأمور في نفس اليوم سبحان الله مع أسماء الله الحسن ستدري واحد طاقة إيجابية لا يعلمون